شفت يا رانيا اللي مكتوب في الباب بتاع صدق اولاته صدق؟ مكتوب ايه يا حبيبي؟ مكتوب يا ستي ان واحد اتخانق مع مراته عشان حماته جات قاعدت عنده في البيت فالداق جدا من ان حماته موجودة في البيت فرح قتل مرات جاره شفت عمل كده ليه يا خبي ده خبي موت موت بيقول يا ستي عملها خدمة لجاره فعلا الجيران لبعضيها اه قوي فعلا مهر سلوه ازاك ابنتي وحشان يموت؟ انت فين كل ده؟ لا و الله اسماعي تبجبتينه نوعه ايه الموبايل ده؟ بيتهرجي المانكي ده تحفة ده يا بنتي أيوه طبعا عرفا يا بنتي ده خاطين واتنين كاميرا وسلاس الم round out ومتوازين البعادي اه لا طبعا انا متأكدة ان هو متوازي الابعاد عيوني صفته قابلي لا 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 بصي بقى الاقوى بقى ان عاد الجوزي حبيبي يروح قلبي من جوا دولة كان بيتحيل علي بقاله شهرين يشترهوني وانا بيتمك عليه و بقوله لا طيب خلاص اوكي اوكي كلميني وانت فاضي سلام يا اوتا ايه ده مكتوب في حظك اليوم النهاردة نام مبكرا تسحى فايق لا مكتوب وحظك اليوم انت نتل مبكرة ومسحيد فايق خلاص ان انا عايزك في موضوع مصيري لا 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 مصيرك ايه انا لسه هنامه لسه طبعا هغير يدومه والبس البشاموت وبوطمط ده بياخد وقت كلميني في الموضوع المصيري بتاعك ده كمان شهر ونص ان شاء الله مش ممكن الموضوع المصيري هيتحل ده تحال وانا عايزك تشتريه من فضلك مانكي ايه المانكي ده يعني ما انت عندك عصير وفريش كمان في التلاجة عادل انا مش بهرك المانكي ده تليفون انا عايزك ان ده تليفون تحفة 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 تليفون واسمه مانكي مش مانكي ده يعني ايرد ولا ايه لا يا بيبي ده مانكي ده يعني موبايل ياباني تحفة اسمه مانكي الموبايل ده عبارة عن اثنين كاميرا اثناشر ميجا بيكسل وخطين والعلمة بقى الكاميرا بتجيب اخر الشارع ايوه وتجيب اخر الشارع يعني تعمليلنا مشاكل مع الناس وتعود تصوريهم ويقولنا ويعود يقولولنا ازاي صورتونا لا 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 يا ماما بكام ده عادل ده بخمس تلاف جنيه وتبلاش كده يعني هم لا 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 خمس تلاف جنيه ايه بقولك ايما الموبايل اللي معاكي يشغلوا بيفتحوا بيقفلوا زي الفل وبترود دي وقلوا كله يعني لا مش حلو الموبايل بتاعي رانيتو بلد دي موتو بيكسفني قدام صحاباتي لما بعملت اي تي 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 خلاص غيري الناس يا سنتي خليها اقولك صامت اعمليي فايبريشن لعلمك الفايبريشن موضة مع الهدوم اللي انت بتلبسيها فليس يا عادل عشان خطري يا بيبي يعني انا مرضك حبيبتك رانونة رانونة يعني سلوة سلوة احسن مني في ايدي جيبيه المانكي وانا لا اكيد سلوة ده جوزها ياباني لا ده جوزها الرامع ده من تايوان تايواني يعني مضروقه ايه ده معقولة مفيش وظايف خالية ايه مصر كلها توظفت مفيش بطالة ولا ايه ولا سعداوي باشا فينش يا ابني احلى كوباية شايف الوجه البحر الابض المتوسط للاستاذ عادل سعيد بص مهما تهيص مفيش بقشيش الله مهما تهيص مفيش بقشيش موزولة موزولة باشا ولا موزولة ولا اهباب انت ايه كلام بتقوله ايه موكشة ايه يا حبيب الله يبارك فيك ايه يا سيدي جيبت المانكي الله يبارك ده حيتي تدين تليفون يلا جامد جدا اسكت يلا ده طلع في انتظار لا يلا مش انتظار اللي بتمثب وبيبني اشارات ايه والله ايه ماشا حبيب عقبالك بقولك يلا مانكي بتسلم عليك يلا سلامة صاحب سلام انا سعداوي يقورين موبايل ده كده لا اه باشا بس اه بالراحة والنبع اساس عادل وانت بتشوفه ايه بالراحة وانا بتشوفه يعني اعمل ايه يعني اخبط قبل ما ادخل على الميموري يعني ولا تبطب عليه معليش يا اساس عادل ده المانكي يعني التليفون رقم واحد في حلوان والمعصرة والدول المجاور يا ابنو انت فاكرني جاهل ولا ايه انا فاهم كل حاجة مش ده ابو خمس تلاف جنيه ده سعره هنا يا باشا لكن انا جايبه بألف جنيه ألف جنيه؟ يبقى اكيد ده مسروق وانت شاري من الحرامي اخس اخس طلعت حرامة اسعداوي ولا اللي كنت فاكرك لس مسروق مين يا اساس عادل الله ما تقولش الكلام ده يا باشا انا جايبه من بره بره؟ بره منين يعني بره مصري يعني ولا ايه؟ ايوه واحد قريبي الواد له اي ابن عم اخت خلط مراطي من الاب بس اه ده قريبك اوي بقى فعلا ايوه قاعد فين هو؟ قاعد في اليابان يا باشا يا بلد المنك يا ابن المحزوزة يعني في اليابان بألف جنيه وانت جبته من واحد قريبك اه حلوة دي برده ما تعمل زي كده اساس عادل اعمل زي كده شوف لو فيه واحد قريبك مثلا انا عايش في اليابان ولا حاجة خليه بعطولك يا باشا بألف جنيه بدل ما تشتريه من هنا بخمس تلاف جنيه شكرين يا سيدة عن نصيح اخور من وش ماشا باشا اليابان 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 اه الواد متحت صاحبي بتاع سانويه هو اللي عيش الوقتي في اليابان يعني دلوقتي انت يعادل متأكد ان صاحبك ده هيبعطلك المونكي؟ طبعا هيبعطه يا ماما انت ما تعرفيش عمق العلاقة اللي بيني وبين متحت طب هو انت اصلا تعرفه من امتى؟ من ايام الدراسة زمان كنا واكلين شاربين ماشيين مع بنات سانة ومع بعض طب ما تلمت كده بقى امتي خليه بعطينا اتنين لا يا رانيا بصي احنا نستغله بس واحدة واحدة يعني يقول علينا ايه ما بنعرفش نستغله ولا ايه؟ واموما انت حورة انا انا بالنسبالي واثقة فيك واثقة في انتهازيتك الاستغلالية للامور انا اتفقت معاه ان انا هكلمه دلوقتي على النت صوت وصورة وببلاش ليه ده هو هانده ايميل طب هو هيفتح ايميله امتى؟ المفروض من ربع ساعة بس يمكن بقى عشان فرق التوقيت ولا حاجة فاتأخر اهو بحط لي جرس بحط لي جرس اهو يا رب والنبي يا رب بقى انت يبعت بقى المونكي بقى ايه بقول لك ايه واط صوتك انا دلوقتي هفتح له الكاميرا بتاعت عشان يشوفني ما ينفعش تبق انت احدا جنبي يلا قومي قومي طب عادل انا واثقة في امكانية تكشد دحل الله معك تكر انت على بقى المونكي بقى يا رب بقى شاش 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 انت سامعني؟ لا انا شايفك بس طبعا سامعت ايه عمالك خاسس كده ليه؟ الهم بقى يا عادل ايه ده؟ هو الهم وصل اليابان؟ كنت فكره ايه بس؟ سيبك من انا وطمن عليك وعلى اخبارك واخبار مصر واخبار المجتمع والناس انت ما بتشوفش مصر النهاردة ولا ايه؟ بص يا سيدي عندنا مشكلة كبيرة جدا في مصر خير مشكلة ايه دي؟ التليفون المونكي يا سيدي شاحح في البلد تخيل بقى لي اسبوع بقى لف عليه ومش لقيه قول لي اخباره عندك ايه؟ لا موجود هنا كتير قوي ياه انا لو كان عندي وقت يعني صراحة كنت جتلكه اليابان استيك انت بتعرفش انا بحب المونكي ده قدي ايه؟ ولا تشغل بالك يا صاحبي انا ابعتلك واحد من هنا لا يا متحة هتبعتلي واحد وترفض تاخد ثمن وما ينفعش انا مقبلش بكده ابدا يا عام تبعتي بتقول لي بكام وتاخد ثمنه ها قلت ايه ده شرط الوحي زي ما انت يا عادل يا راجل شرط ايه وفتاع ايه فلوس ايه بس اللي بتتكلم عنها دي وانا يا سيدي مش هضغط عليك عشان عارف مخك ناشف من ايام زمان من ايام المدرسة اغيل ليك يا صاحبي بس انا طالب منك خدمة لاخوك متحد اقمر يا صاحبي قول وما هماكش يا عادل انا عايزك بعد اذنك تعد على امي انت عارف ان هي ستة كبيرة وقعدة لوحدها في البيت بعد ما طالقتي خدت ابني ومشيت موسيقى فضال يا تانس دول اتنين كيلو ونص برطقان يعني يستاهلوا بقك انا قلت يعني اجيبلك حاجة حلو انا جاي ما كانش تيه ده عي تفعب نفسك يا عادل يا ابني ايه ده يا عادل انت ابني ما اتعبش اتنقي برطقال ولا ايه ده صغير اوي زي ما كله موت ايوة اصل صراحة يعني الفكهاني قال لي ان انا لو حطته في التلاجة لمدة ساعتين هيكبر انا قلت له انا عايز انضف حاجة عندك يظهر بقى ان هو الداني اصغر حاجة عنده طميني على متحة يا ابني عامل ايه اصلي وحشني اوي المضروب لا مضروب ايه ده ياباني اصلي يعني معقولة هيتضرب والله كويس يا طانت بجد يعني وبيسأل عليك وبيتطمن عليك وهو زي الفل عامل ايه يا ابني مفيش قاعد يتكلم عنك ومتأثر اوي وقاعد يعيط لدرجة ان دموعه غرقت اللاب توب بتاعي احمنوا الواتي